رح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية الوقت مشاهدتك للفيديو الى اخر شهر القراءة مثل دائما بتقبل البرج الشمسي والقمري والطالع وايضا بتقبل العكس يعني اذا انت عم تتابع لبرج العذراء ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكي فيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك بدنا نسحب كروت توضيحية وبعدين نبلش نشوف شو طاقتك انت يا برج العذراء وبعدين طاقت الحبيب خطوتكم في المستقبل وطاقتكم المشتركة في المستقبل او شو ممكن يكون نصير العلاقة بينكم في المستقبل طيب نبلش بطاقتك يا برج العذراء خلينا نشوف شو هي طاقتك الحالية او شو بتحس فيه حاليا فيه شخص بحياتك عم تفكر فيه كتير او عم تحلم حتى بها الشخص او عم تتخيل هالشخص عم تحلم بوضعكم مع بعض ممكن تكون ايضا احلام فعلية يعني احلام حقيقية مش فقط احلام اليقظة يعني ممكن فيه شخص بالفعل عم يزورك في احلامك ايضا الكروت اللي تلايت عندي هون الفارس والبيد والكينج ايضا طاقتك عم شوف ترابية كتير اغلب الطاقة اللي عندك يعني انت بطاقتك انت حاليا حاركتك شوي بطيئة عم تفكر تستثمر وضعك مع شخص او تستثمر فرصة مع شخص عم شوفك من الناحية المادية ايضا اه وضعك تحسن او وضعك متحسن من الناحية المادية لانه عندك كينجونايت يعني من الناحية المادية وضعك منيح للبعض منكم او وضعك يعني فيه تحسن ايضا ما شخص اللي عم تتعامل معه عم شوف انه الوضع بينكم ايضا فيه تحسن ممكن اه فيه اختيار معين بدك تختاره او انت واقف بالتاريق بدك اه تختار بين شيئين او بين شخصين او توفق بين الشغل وبين طبيعة العلاقة اللي بينك وبين هالشخص ما را الشخص اللي عم بتتعامل معه انت بتحس انت بتحب الشخص بمعنى انه بتحس انه مكتفي منه من الناحية العاطفية الشخص اللي عم بتتعامل معه ولكن فيه بينكم شوي جدالات او شوي حدة بالمناقشات فيه شوي او ملامسات بينك وبين هالشخص ولكن انت بتشوف الشخص اللي عم بتتعامل معه او بتعتبره رفيق درب وايضا من الناحية العاطفية راضي كتير عن عن مواصفات هالشخص او بتحب طبيعة هالشخص بتحب شخصيته وبتحب كاريزمته وايضا متل ما حكينا ممكن بالفعل انت عم هالشخص محتل منطقة كتير كبيرة بحياتك وحتى عم تحلم فيه عم تفكر فيه كتير طيب نشوف طاقة الشريكة وطاقة الحبيب طاقته مش كتير منيحة الشخص عم يحس بفراغ من جوه في اشي بحيات هالشخص عم يحس انه غير قادر على سد الفراغ اللي عم يحس فيه او الفجوة اللي عم بيحس فيها وعم شوف ايضا انه هو ما اعترف لك او ما حكى لك بهالاشي يعني اغلبية المشاعر اللي عم بيحس فيها مش عم بيحكيها للك هالشخص بذلك بما يخص مشاعره تجاهك وتجاه العلاقة ايضا ممكن يكون هالشخص مخبي عنك انه الامور بحياته خارج العلاقة بينكم بحياته العاملية او حياته العائلية او حياته العامة عم تكون مش مش مزبوطة فيها فيها لخبطة كتير فيها تغيرات كتير كبيرة وعم يمر هالشخص بشبتة كتير عالية ممكن في بعض الاساسات بحياته هالشخص حاليا مهزوزة او خير مستقرة وممكن ايضا نسبة عالية يكون ما حكى لك هالشخص عن شو طبيعة المشاكل اللي عم بيواجهها بحياته العملية بعيدا عن العلاقة ايضا ممكن للبعض منكم اللي مش عم يحكي مع هالشخص ممكن هو عم يحس بفجوة او فراغ بالعلاقة اللي بينكم اللي مش عم يحكي معك لانه في عنده تحولات ولكن اغلبية التحولات هاي مؤلمة بما يخص الناحية العاطفية او بما يخص مشاعر هالشخص فللبعض منكم المنفصلين عم شوف طاقة الحبيب حاليا مش مبسوط هو بصراحة عم شوف انت راضي اكتر او انت مقتلع اا اكتر بيوضعك اكتر من هالشخص هالشخص من جوه غير راضي طيب نشوف الطاقة المشتركة بينكم او حاليا يعني او شو ممكن يكون السبب الخلاف بينكم او احد من السبب الخلاف بينكم في اا طرف بينكم ممكن انت او ممكن الطرف الاخر حس بيرفض حس انه نرفض من الناحية العاطفية من الشخص الاخر اا ممكن هالشخص هو اللي بيحس بالرفض تجاهك لانه عم شوف انه اا فيه فيه كتر من المشاعر ما مش عم تحكوا لبعض بطبيعة مشاعركم او بحقيقة مشاعركم شو اللي بتحسوا لبعض عمشوف بينكم كتير عالي وهيدا ممكن يكون او فيه بينكم شوف كتير عالي ممكن يكون اا ولد الغيرة بينكم او ممكن هالشخص او انت لانه هاي الطاقة مشتركة عم اا الوضع بينكم خلق نوع من الغيرة بالذات لانه الوضع بينكم عمشوف اا اا عفوي او ما فيه الو طريق او نمط او معين تمشوا عليه ممكن يكون هالشخص انت وهو مش بيعلاقة جدية فصعب عليك انه انت اا تعبر او هو يعبر ويحكي بطبيعة مشاعره او شو اللي بيحس فيه بينكم اا الطاقة المائية عمشوف ايضا انت وهو بتشوفوا بعض لانه عندك فانت وايضا عندك فيه طرف منكم عم ينظر الى الطرف الاخر اا وكأنه سولميت وكأنه رفيق الدرب ايضا اا ممكن يكون سبب المشاكل او واحد من اساب المشاكل بينكم انه ما فيه جدية وما فيه التزام بالعلاقة ما فيه اا خط معين تمشوا عليه يعني انت وهو بعلاقة ولكن اا ما بتعرفوا شو نهاية العلاقة بينكم وشو رح يصير بالمستقبل وهذا ممكن يكون اثر على احد من الاطراف انه ما فيه ااا التزام جدي بالعلاقة فالتقدم بينكم يعني فيه تقدم بينكم من ناحية العاطفية ولكن انت مش عارف نهاية العلاقة او نهاية التواصل شو رح يكون او نهاية التواصل بينكم يعني شو رح يكون بالنسبة لخطوتك القادمة فيه المستقبل عم شوف انت بالمستقبل فيه اشي عم تحس انك مربوط فيه ممكن انت البعض منكم ممكن يكون ترك هالشخص وعم تحس انك لانه هال مرة هالكرت ما يعادل او ما يوازي يعني انت عم تحس بسجن شوي عقلي او عم تفكر كتير وتعيد وتزيد بامور قبل ماضي عم تحس انك مربوط فيها ولكن عم شوفك مركز اكتر على التشافي او كيف تتشافع الحلو بها انه الكرت طلع عندك هون مقلوب تري اوف سوردز عادة بيرمز الى جرح بالقلب او جرح بالعواطف او جرح بالمشاعر ولكن مع انه الدك عندي ما فيه كرت معلوبة الى انه الكرت يجاك مقلوب وبس يجي معلوب خاصة هالكرت يلي هو ثري اوف سوردز بيرمز على انك تطالع من جرح معين او طالع من حالة حزن معينة او راح تطلع اذا انت البعض منكم اذا قراءة عكسية وانت هالطاقة اللي هون البعض منكم الوضع تطلب منك كتير من القوة لحتى تطلع منه او لحتى تتقبل الامر طبيعة العلاقة بينكم الى انه عم شوفك طالع من من فترة حسيت فيها انك مظلوم من اساسات خربت بالعلاقة او من علاقة فاشلة مع شخص او او تواصل ما زبط مع شخص ايضا ممكن يكون فيه عندك بالمستقبل او راح تجيك العديد من العروض عروض عاطفية من عدة اشخاص ولكن بدك تنظر الى الامور بطريقة حيادية او بطريقة محايدة لانه فيه كتير من العروض اللي راح تجيك نواياها مش راح تكون صادقة وعم شوف انت مركز اكتر اا يعني انه انت بدك عادل بالموضوع بالمستقبل بخطواتك المستقبلية عم تبحث الى نوع من العدل فاغلب العروض هاي عم شوف انه او مش راح تستهويك او مش راح تعجبك يعني بالنسبة لطاقة الحبيب بالمستقبل او خطواته بالمستقبل اا سادنس عم شوف هالشخص الطاقة عنده اللي هون او هالطرف الطاقة اللي عنده هون راح تستمر لفترة كمان لقدام اا شهر او اسبوعين او شهرين حتى بيختلت من شخص الاخر ولكن ما ام شوف تغيرات بالطاقة من يعني بطاقته الحالي وطاقته المستقبلية تقريبا الكروت مشابهة الكرت اللي هون والكرت اللي هون مشابهين لبعض لسه هالشخص عم يحس في حزن عم يحس انه مجروح الطرف اللي عندي هون عم يحس انه مجروح كتير ايضا بده عم شوف انه هالشخص بخطواته المستقبلية بده بدايات جديدة من ناحية العاطفية لانه عنده اس يعني هو بده بدايات جديدة بالعاطفة وبده يشتغل ويحط مجهود ايضا سواء ان كان بعلاقة او بداية اشي جديد معين الى انه مش رح يعبر عن هالاشي يعني هالشخص عم يشوف صعب انه يجي يحكي معك او يعبر يقولك عن طبيعة مشاعره بالذات اذا انت محوط باشخاص اخرى او في عندك حوالينك اشخاص اخرى وهو ماخد موقف دفاعي يعني باني سور حول نفسه هالشخص وعم حسه انه بالعاقل الباطني او بطبيعة افكاره من جوه مشوش عاطفين عم يحس بصراع جوه حاله لانه بيكن المشاعر لالك ولكن بنفس الوقت بيحس انه بموقف مش عم يسمح له انه يعبر ان شوفه بيحس تجاهك ممكن يكون هالشخص اكس على فكرة او حبيب قديم لانه عم شوف انه انت في عندك عروض هون وفي عندك ايضا رضا نفسي فممكن انت عم تتعامل مع شخص جديد هون وهيدا اكس قديم عم شوف انه هو في داخل نفسه في عنده صراع كتير داخلي مش عم يسمح له يعني عم يتسارع مع حاله هالشخص الوضع مش عم يسمح له انه يعبر فعم يكون كتير دفاعي بده بداية جديدة معك بس عم شوف انه غير قادر انه يحكي لك هالاشي خايف من الرفض ايضا لانه عندك فعالشخص خايف انه بس يعبر او اذا اجا حكى معك خايف من انه ينرفض او انت ترفض عرضو الحب تابعو لانه بتشوف انه غير كافي وما بيفيدك بالنسبة للطاقة المشتركة بينكم او بالمستقبل طاقتكم المشتركة في طرف منكم رح ينحط هالكرت ففي طرف منكم رح ينحط بموقف بتوقع هالشخص اللي هون يمكن تكون انت رح ينحط بموقف يكون معرض فيه الى كتير من الاغراءات لانه عندك هون ترمز الى اغراءات الحياة الدنيا فممكن يعني يكون حواليك عروض كتيرة تطلب منك القوة لحتى تعرف تصفي او تفلتر الاشي اللي اللي بتفيدك والاشي اللي مش رح تفيدك لانه من اغلب العروض اللي رح تجيك وممكن تسعين بالمية منها او اغلبها تكون اه اشي مش رح تفيدك او اغلبها تكون نواياها غير صادقة تجاهك فعم شوف انه انتو رح تنحطوا بموقف او للبعض منكم اللي انتو بيعلاقة مع بعض حاليا ولكن الامر مش عم تمشي متل ما انت بدك ياها رح تنحطوا بيجوز في ناس ايضا اغلبها تخرب بينكم لانه فممكن في اطراف خارج العلاقة رح تحاول انها اه تخرب التواصل بينكم تخرب الكونيكشن بينكم لانه عم شوف اطراف اخرى كتير بالعلاقة عم شوف اه او عم شوف اه خيانة او عم شوف يعني اشخاص عم تحاول تخرب او عم تحاول عم تحاول تخرب اللي بينكم مالفعل فالبعض منكم اللي بيعلاقة حاليا بدك تنتبه من الاشخاص اللي انت محوط فيهم لانه ممكن اغلب الاشخاص اللي انت محوط فيهم ما بتكون تحب مصلحتك او اللي حبيبك محوط فيهم يعني انتبه من دائرة الاشخاص اللي انت محوط فيها ايضا البعض منكم طاقتكم في المستقبل في عندك نايت اوف وانز في عندك ناين اوف وانز في عفية اه بدك ما تركز على الامور اللي راحت لانه عم شوف لسه في شخص في شخص هون مكتئب في طرف عنده اكتئاب في شخص عم يحس بتوقع هو هالطرف لانه اغلب الكوت يعني بتشابه لها الكرت ففي طرف كتير لسه مركز على الماضي وخسارة صارت بالماضي تفهمت اللي ممكن تكون ايضا خسارة بينكم مادية صارت او خسارة بنوع من بالعلاقة بمعنى انه عم تحس انه في فرصة بينك وبينها الشخص ضعت ولكن البعض منكم لانه عندك نايت اوف وانز ففي اه تحرك بينك وبينها الشخص في اه في طرف راح يتقرب الى شخص الاخر او ايضا راح يكون في عندك عرض حب منها الشخص او ممكن انت تقدم عرض حب لها الشخص اشتركوا في القناة